أهلاً وسهلاً ومرحباً بأحلى المشاهدين طيب هذه الحلقة سوف نقوم بصرح لكم طريقة حدف حسابكم على الفيسبوك فالكثير من الناس يواجهون مشكلة في حدف حسابتهم على الفيسبوك واضطررت لعمل هذه الحلقة لأصرح لكم كيف تقومون بحدف حسابتكم خطوة خطوة بمعنى أنه لن يتمكن أو لن يعود هذا الحساب موجود في قائمة الفيسبوك سوف يحتف بشكل نهائي لرسائلي ولا منصوراتي ولا كل شيء لا تنسى أن تنضم إلينا بالضغط على اشتراك تفعيل الجرس ولايك لتحفيزنا وكتب تعليقاً صغيراً أسفل هذا الفيديو فأنا أقرأ جميع تعليقاتكم ونبدأ على بركة الله أول شيء سنقوم بالتوجه إلى فيسبوك إذن سنقوم بالدخول إلى هنا جيد بعد ذلك سنقوم بالدخول إلى هنا بعد ذلك سنقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على الإعدادات والخصوصية إذن سنقوم بالضغط على الإعدادات كما ترون ونقوم بالبحث عن ملكية الحساب والتحكم فيه إذن معلوماتك على الفيسبوك بعد ذلك سنقوم بالضغط على ملكية الحساب والتحكم فيه وطبعا هنا عن إيطاءها سنقوم بالضغط على إلغاء التنشط والحذف وكما ترون هنا نقوم بالاختيار الخير الجانية بالحذف حسابك أمران نهائي لكن عندما نقوم بالضغط على الخير الجانبي سنقوم بالضغط على متابعة لحذف الحساب ونقوم بالضغط على متابعة الى حدف الحساب وسنقوم بالنزول الى الاسفل وحدف الحساب كما ترون بعد ذلك هنا سنقوم بادخال كلمة السر جيد عند كتابة كلمة السر سنقوم بالضغط على متابعة وكما ترون سوف نقوم بالضغط على حدف الحساب وسوف يقوم الفيسبوك باعطائك مهلة 30 يوما في حالة ما لم تدخل الى حسابك مرة اخرى في 30 يوما سوف يتم حدف الحساب بشكل نهائي ولن تستطيع استرجاعها ابدا اما اذا غيرت قرارك في اقل من 30 يوما فعلى سبيل المثال بعد مرور 7 ايام او 14 ايام او 20 يوم غيرت قرارك تستطيع الدخول الى حسابك في اي وقت واعادة تنشطه لكن بعد مرور 30 يوما ولم تدخل الى حسابك سوف يحدف بشكل نهائي ولن تستطيع استرجاعه ابدا في حالة ما كنت تتود استرجاع حسابك فعلى سبيل المثال غيرت قرارك فالطريقة بسيطة جدا كل ما عليك هو كتابة البارد الالكتروني او رقم الهاتف وهنا كتابة كلمة السر وبعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل الدخول اذا عفوا اذا سنقوم بالضغط على تسجيل الدخول وسوف يتم استرجاع حسابي كما ترم فعند الضغط على متابعة الى حساب فيسبوك سوف يقوم الفيسبوك باسترجاع حسابي واسترجاع كل شيء وكما قلت سابقا فيسبوك يقوم بيعطائكم مهلة 30 يوما في حالة ما لم تقوموا بالدخول الى حسابكم في هذه المدة فبعد 30 يوما سوف يتم حدف الحساب بكل سرعة ولن تستطيع استرجاع حسابتكم ابدا اوكي لن تستطيع استرجاع حسابتكم والى هنا اشكركم على حفظ التبوعكم لا تنسوا كتابة التعليق في حتى ما كان لديكم اي تساؤل بخصة للحلقة ساكون ساعدة جدا بالاجابة عن تساؤلتكم غير ذلك اضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة دمتم في امان الله ورعايته اشتركوا في القناة